بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة عمام جلس الزراء السادة المستشارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ جدوى الأعمال الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسون يوم الأربعة عشرين واثمعاش ألفين وثلاثة عشرين قبل البدء بجدوى الأعمال الحمد والشكر لله على توفيقه وتزديده لنا جميعا في إنجاز واحدة من أهم المحطات الدستورية والقانونية الاستعقاط الوطني الذي كان معطلا طيلة عشرة سنوات انتخابات مجالس المحافظات ومحافظة كاركوك منذ عام ألفين وخمسة جرت الانتخابات بصورة طبيعية لله الحمد وبخلاف التوقعات سارت الأمور بهدوء وبانسيابية وفق أداء متقن من قبل الأجهزة الأمنية وأيضا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأيضا من قبل الكوة السياسية والمشاركين في هذه الانتخابات الحكومة بذلت جهود كبيرة من أجل إنجاز هذا الاستحقاق وهنا في هذا المجلس اتخذنا الكثير من القرارات المتعلقة بالتخصيصات المالية أو الأمور الإدارية واستضفنا أكثر من مرة رئيس مجلس المفوضية من أجل تلليل المعاوقات وتوفير متطلبات تنفيذ عملية انتخابية نزيهة وعادلة هذا يدفعنا أنه نزيد التماسك والقوة لما سيأتي من استحقاقات على مختلف أولويات البرنامج الحكومي أو حتى الاستحقاقات الانتخابية القادمة البرلمانية والمحلية هذه المشاركة تمثل أنه كحكومة تحادية والحكومات المحلية القادمة التي ستتشكل إن شاء الله بارقة أمل في أن نندفع نحو تقديم الخدمة لأنه وجدنا خيارات المواطن تتجه نحو الأداء وتقديم الخدمة والتفاني لتأمين ما يحتاج المواطن على صعيد وضع المعيشي والخدمات هي رسالة من قبل المشاركين المواطنين الذين شاركوا في ظل هذه الظروف والتحديات وهذه تحيية علينا أنه نرد بأفضل منها من خلال العمل ومن خلال تعاوننا أيضاً كمجلس وزراء مع الحكومات المحلية التي تمثل شريك معنا في الأداء التنفيذي بالتأكيد سنحتاج المواطنين دائماً أن يكونوا نعاون إلنا وسند في تحديد السلبيات التي ترافق أداءنا وعلينا أن نتفهم هذا الرصد الإيجابي وتعاطى معاه بإيجابية بصراحة نستطيع أن نتفائل بالمستقبل هناك كثير من المؤشرات الإيجابية ولله الحمد تدفعنا إلى هذا التفائل أن نستثمر هذه الفرصة لإنجاز ما علينا تجاه أبناء شعبنا لصبر فترة طويلة أمام مختلف التحديات الأمنية والسياسية ونلاحظ حالة التفائل والاستقرار والهدوء والثقة وهذا أهم شيء الثقة التي بدأت تتشكل وسوف تتزايد على ضوء أداءنا متى ما صدقنا مع المواطن ونفذنا التزاماتنا وكنا على مستوى قريب من تطلعاته وأماله هو هذا اللي يبني الثقة وبالتأكيد لكل حريص على نجاح عمل هذه الحكومة من قوة سياسية اللي نقدم لها أيضا الشكر على ما قامت به من خلال هذه العملية الانتخابية من تنافس ضمن الإطار القانوني الشكر الجزيل للأجهزة الأمنية أجهزة الأمنية بكل صنوفها بكل تشكيلاتها واللي عودتنا دائما أنها حاضرة في المحطات الصعبة التي تواجه بلدنا كان الأداء استثنائي بكل ما تعنيها الكلمة طيلة شهور والأجهزة الأمنية تنتشر في كل أرجاء البلد لتحافظ على الأمن والاستقرار والبيئة الآمنة التي تمهد للقوة السياسية للمرشحين وتنطي الانطباع الإيجابي أن هذه الظروف مهيئة لإقابة هذه الانتخابات نجحت أجهزتنا الأمنية نجاح باهر وهنا أود أن أشيد بجهود التي بدلوها الأخوة الوزراء الأمنين في مقدمتهم السيد وزير الداخلية الأخ وزير الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية أخص بالذكر نائب العمليات المشتركة الفريق قيس المحمد داود الشكر أيضاً للمفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثبتت أداء مهني رغم التحديات الفنية التي طرأت على العملية الانتخابية في التصويت الخاص لكنها تجاوبت بسرعة لتجاوز هذا الإشكال وهي مدعوة اليوم أيضاً استكمال هذه العملية والانتهاء من فرز النتائج لكي نبعث برسالة إلى المواطنين أن أصواتهم في مكان أمين طبعاً نستذكر شهيد البطل العقيد الطيار مروان جلال درويش الذي استشهد الواجب بعد سقوط طائرته التي كانت مكلفة بالنقل العصر الذاكرة من توس خرماته إلى قاعدة كاركوك وصابت زميل النقيب طيار على سلمان داود الرحمة والرضوان للشهيد والشفاء العاجل للجريح البطل شكراً أيضاً للمعارضين والمقاطعين الذين لم يخرجوا عن الإطار القانوني في إبداء موقفهم نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقين من كل مكروه